اشتركوا في القناة مدينة معارة النعمان وبابلا وجرادا وحرشخان السبل داديخ وحاجزا عسكريا على الطريق الدولي مفايف جنوب مدينة معارة النعمان دون ورود معلومات عن خسائر بشرية إلى ذلك قتل عنصران من قوات الحكومة السورية باشتباكات مع الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي بريفي حلب وإدلب في شمال غرب سوريا مصادر محلية من المنطقة أوضحت أن عنصران من قوات الحكومة السورية قتل برصاص الفصائل المسلحة تابعة للاحتلال التركي على محور معارة موخص بريفي إدلب الجنوبي بالتزامن مع مقتل عنصر آخر من القوات الحكومية باشتباكات مع الفصائل على محور بسرطون بريفي حلب الغربي يأتي هذا فيما جددت قوات الحكومة قصفها المدفاعي على قريط الشيخ سنديان بريفي إدلب قرب الحدود الإدارية مع محافظة حما وكانت قوات الحكومة السورية نفذت الأحد قصفا صاروخيا على مناطق بمحاور التماس مع الفصائل المسلحة بريفي حلب الغربي تزامنا مع قصف آخر على مناطق الفطيرة وكنصفرة وفليفل بجبل الزاوية بريفي إدلب الجنوبي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية